مرحبا بكم أعزائي الطلبة ودرس جديد من دروس اللغة الإنجليزية للصف الأول المتوسط من فضائية العراق التربوية درسنا لهذا اليوم يتضمن حلول للأسئلة التي أرسلت إليكم من فضائية العراق التربوية طبعا درسنا لهذا اليوم يتضمن الحلول للفايب لسنز الأجوبة الأولى من دروس الأجوبة لنماذج الأسئلة للاسنز الدروس الخمسة الأولى من الوحدة الثانية شكرا لكل من أرسل لنا إجاباته وأخترنا لكم نماذج ستعرض في درسنا خلال درسنا لهذا اليوم حلول لنماذج الأسئلة التي أرسلت إليكم لنبدأ لنبدأ نماذج الأسئلة للاول المتوسط ونماذج الأسئلة للاول المتوسط للاول المتوسط الوحدة الثانية والدروس الخمسة الأولى نماذج الأول هو هذا السؤال دائما يكون بأسئلة للقواعد والوظائف اللغوية So the first question is Do we have a snow in Iraq? Do we have a snow? انتبه عزيز الطالب أن السؤال يبدأ بفعل مساعد كل ما يكون سؤالي يبدأ بفعل مساعد الإجابة بyes أو no Okay So here we have answer أجب على السؤال The answer is yes we do Yes we do Yes بعدين عندك فارزة ثم we نفس الضمير اللي موجود بالسؤال ونفس الفعل المساعد استعملنا بالإجابة Number two When do we have a snow in Iraq? متى يوجد ثلج أو جليد في العراق? متى تثلج في العراق? So answer هنا محددين الإجابة باستعمال كلمة winter So what do we mean by winter? ماذا نعني بوينتا? وينتا means الشتاء So we have the answer is in winter في الشتاء طبعا ممكن تكون إجابة قصيرة وممكن تكون إجابة كاملة So I can say Do we have When do we have I can say We have snow in winter in Iraq والإجابة الأخرى In winter فقط Both of them are correct الإجابتين صحيحة Number three What's the weather like in summer in Iraq? Answer use أيضا محدد عزيز الطالب بالإجابة وهي Usually اللي هي ظرف تكرار يستخدم في زمن المضارع البسيط And the right adjectives والصيفات الصحيحة طبعا المناسبة لهذا السؤال So the weather will be what? Or the weather is? Just like what? انتبه عزيز الطالب إنه أندي is What is the weather like? فإذن أستخدم ال is بالإجابة وأستخدم usually بالإجابة وين يكون ما كان ظرف التكرار إذا كان عندي verb to be اللي هو is are يكون ظرف التكرار بعثهم So we have it is usually hot and sunny إذن الأجكتبز اللي استخدمتها هي hot بمعنى حار وصني بمعنى مشمس Right? إذن the weather in summer انتبه عزيز الطالب إنه أني سؤالي يكون محدد عن شنو عن فصل الصيف الأجكتبز المناسبة هي hot حار و sunny وصني هو مشمس فأنتبه عزيز الطالب لإسم الفصل المعطالك في السؤال كي تستخدم الصيفات المناسبة له Okay? So Then we have tomorrow morning it be و sunny The instructions هي التوجيهات المعطات إليك عزيز الطالب عليك أن تعرف معناها وتنتبه لها جيدا So we have correct the verb What do you mean by correct the verb بمعنى صحح الفعل الفعل معطى لك بين قوسين between the brackets إذا شوف إنو هذا عندي بي والدليل الزمني هو tomorrow Tomorrow means what means غدا إذن شنو رح يكون زمن الجملة مستقبل بالمستقبل شنو أستخدم الفعل المساعد اللي هو will So the right answer is will be إذن أحول البي إلى will be will زائد فعل مجرد Now number five we have yesterday Now what do we mean by yesterday Yesterday means البارحة So what's the tense here الزمن هنا يكون ماضي بسيط الزمن يكون ماضي بسيط لأنه موجود في السؤال كلمة يسرد So we have yesterday it and also we have be pay attention to that انتبه لهذا الشيء عزيز الطالب Here we have be and here we have be Okay the first sentence we have tomorrow which means غدا and here what do we have yesterday which means البارحة إذن tomorrow للمستقبل فاستخدمنا will be but here we have yesterday so it was انتبه عزيز الطالب إذا وجد عدك be yesterday last week last month last year ago in the past إذن هذي كلها دلائل للماضي الbe تتحول إما was aware اعتمادا على الفاعل الموجود قبلها بما انه هنا it إذن نحول الbe إلى was إذا عدنا they we you نحول الbe إلى where okay so number six we have it sometimes rains in iraq we have a line قدنا خض جو كلمة شنو sometimes اللي هو ظرف التكرار pay attention to the instructions ننتبه للتوجيهات اللي معطات بين قوسين change into a question asking about the underlined adverb عليك أن تنتبه عزيز الطالب إنه منطوق السؤال هو change حول إلى question إلى سؤال asking about تسأل عن شنو عن الكلمة التي يوجد تحتها خط the adverb of frequency هي ظرف التكرار اللي هو sometimes دائما ظروف التكرار نسأل عنها باستخدام how often how often معناها مع عدد المرات وانتبه عزيز الطالب إنه بعد أداة الاستفهام اللي هي هوافن عليك أن تضع فعل مساعد بما إنه reins الفعل يحتوي على أس الشخص الثالث نضع الفعل المساعد داز ونحذف الأس داز وأس الشخص الثالث لا يجتمعان في جملة واحدة أوكي so because we have here S we have to use داز الفعل المساعد اللي هو داز ثم ثم it's then we have rein نحذف الأس لأنه عندنا داز and the complement which is التكملة اللي هي إن إراك وأكيد بالنهاية علامة استفهام انتبه دائما للتوجيهات المعطات بين قوسين هذه التوجيهات إذا أفهم معناها ممكن تكون الإجابة يعني إذا شوفون أنه change into a question asking about the underline adverb يعني ممكن يكون منطق السؤال شوية طويل لكن الإجابة هي فقط حذف كلمة sometimes استعمال how often للسؤال عنها الفعل المساعد داز لأنه عندي أس الشخص الثالث الفاعل it نزلت نفسه اللي موجود بالجملة راين يكون مجرد والتكملة in Iraq then we have a question mark علامة استفهام now number seven we have words and we have to rearrange them rearrange معناها قعد ترتيب so rearrange to make a meaningful sentence حتى نسوي شنو جملة ذات معنى so the words be cool tomorrow well evening the answer will be it will be cool tomorrow evening بدت جملتي بفاعل اللي هو it الفعل المساعد will بعد فعل مجرد اللي هو be cool tomorrow evening الزمن يكون في نهاية الجملة ودائما بما أنه هي جملة عادية statement جملة خبرية إذن philosophy at the end of the sentence هذا نموذج من إجابة الطالب اللي هو أحمد علي صلاح من ثانوية حسن بن علي من تربية ديالة أوكي شكرا طبعا عزيزنا الطالب لإرسالك الحلول للأسئلة لهذا الإسبوع دشوفون أعزائي الطالبة إجابات واضحة جدا لكن do we have snow in Iraq yes we have لربما طالبنا ما منتبه إنو يوجد ثلج أو جليد في شمال العراق so the answer is yes we have during the winter season okay during winter or during the winter in Iraq the weather is usually hot in the summer and so on هنا عدنا will be walls how often كل إجابات صحيحة thank you for your answers شكرا لإرسالك الإجابات طالبتنا الثانية هي تقوى صالح هذه من أيضا متوسطة المسر للبنات تربية ديالة إجاباتها ممتازة صحيحة جدا thank you very much شكرا جزيلا لإرسالك الإجابات كل إجاباتها صحيحة وممتازة now the other sample of the questions النموذج الآخر هو what's the weather like in each season write the weather words الكلمات التابعة لي الجو next to the seasons بجانب الفصول الكلمات اللي موجودة عدي هي cold بارد cool معتدل البرودة hot حار rains تمطر snows تثلج sunny مشمس warm دافئ windy كثير الرياح ok the seasons seasons all of them are adjectives but we have two verbs they are rains and snows ok now let's put the words in front of or beside the or next to the season in winter we have cold and snows summer what do we have we have hot and sunny حار ومشمس spring اللي هو الربيع warm يكون الجو دافئ and sometimes trains تمطر in autumn الخريف we have cool معتدل البرودة and we have windy شديد الرياح now look here أحمد علي صلاح من تربية تديالة the answers are correct so we have winter cold in the snow sunny and hot in summer rains and warm spring autumn cool and windy شكرا لجهودكم أعزائي الطلبة وشكرا لكل تربيات الموجودة في العراق لإرسالها نماذج من الحلول للمرسلة للتلفزيون التربوي وهذه ورقة حل أسئلة أخرى من تقوى صلاح أيضا من ديالة اللي هي استخدمت مع winter and spring cold snow summer in summer we have hot and sunny in spring warm and rains in autumn we have cool and windy thank you thank you now complete the staple we have noun verb and adjective الحقل الحقل الأول يشمل الأسماء so we have nouns الحقل الثاني verb we have so you have to put under the word verb تحت الكلمة اللي هي verb الأفعال and then we have adjective اللي هي معناها صفة so snow is a verb the adjective is snowy so what is the noun the noun is also snow أيضا snow إذن كلمة snow we can use it as a verb and as a noun نستخدمها فعل اسم والأجكتب هو snowy the verb is rain so what's the noun and what is the adjective the noun is also rain مطر أو تمطر تمام and the adjective is what is rainy ممطر so we add y انضيف الحرف y لكلمة rain حتى نحولها إلى adjective then we have the word heat يسخن the noun is also heat اللي معناها حرارة and the adjective is what the adjective is hot حار okay the other sample of the answers أيضا من أحمد علي من تربية ديالة we have noun verb and adjective وإجابات الطالب صحيحة جدا thank you for your effort شكرا لجهودك تقوى أيضا حلها صحيح جدا حسب المعطيات noun verb and adjectives all of them are correct the other the other sample is complete the following with a suitable adjective suitable adjective بمعنى الصفة المناسبة لنرى إجابات الطالب okay then you will have the answers إجابات الطالب بأحمد علي it rained so it was a dash day عزيز الطالب عند وجود ا أو آن قبل الفراغ ثم noun بعد الفراغ so you have to put word adjective عليك أن تضع شنو صفة so here we have rainy day why because it rained قبل قليل ذكرنا إنه الفعل رين الصفة منه هي ريني so we have it was a rainy so it's correct and then here we have it snowed it was a dash morning so it was a snowy morning there was a wind so it was a windy day أحسنت عزيزنا أحمد علي من تربيات ديالة so the answers we have rainy day then we have what snowy morning and a windy day وتقوى أيضا إجاباتها صحيحة we have a rainy day a snowy morning a windy day excellent both of you ممتاز إجاباتكم جيدة وصحيحة now we have another sample answer the following أجب على الآتي which month has the shortest name أي شهر من أشهر السنة يحتوي على حروف قليلة فيكون أقصر بالكتابة الشهر هو may so may has the shortest name أقصر اسم شهر بالكتابة يحتوي على ثلاثة أحرف m a y so may وانتبه عزيز الطالب دائما الأشهر تكتب أول حرف يكون كابيطالة يكون حرف كبير which month has the longest name إذن أي شهر يحتوي على longest name أطول اسم سبتمبر ok سبتمبر has the longest name انتبه عزيز الطالب shortest is the opposite of what of longest إذن shortest هي عكس كلمة longest shortest الأقصر و longest أطول أطول كتابة أطول شهر بالكتابة يعني يحتوي على عدد من الحروف أكثر هو سبتمبر number three when does a train in England but in England pay attention انتبه إلى أنه المطلوب منك في England في انجلترا so أحذف كلمة when أقدم ال it وأحذف الداص so it عند حذف داص عليك أن أضيف الشخص الثالث للفعل so it trains ثم بما أنه عندي when اللي معنها متى إذن أضع ما يناسب أداة الاستفهام so we have in April May July November and December pay attention here انتبه عزيز الطالب أنه عند التعداد عليك أن تضع فوارس هذا الشيء الأول الشيء وال طبعا الكلمتين الأخيرة تربط ب and الشيء الثاني أنه أسماء الأشهر أول حرف دائما يكتب capital حرف كبير ونهي جملة بنقطة فلسط هذا يفيدنا طبعا بيش بسؤال التنقي now when is it sunny in Iraq متى الجو يكون مشمس في العراق it is sunny in May June July August and September it's always sunny in Iraq okay then when does it rain in Iraq متى تنطر في العراق it rains in December January and February right let's see what do we have أيضا إجابات الطالب أحمد علي إجابات صحيحة جدا مستخدم it rains in the spring or in spring in Iraq it's okay وعليك وعليك أن الأحرف الأولى للأشهر تكتب بكابي طالبة وطالبتنا تقوى أيضا إجابات صحيحة match the numbers with the words now what do we mean by match match بمعنى طابق so we have two columns عدنا حقلين you have to match the first column with the second one so as you see here one st هادي الone st إختصار إلا إيش إلا أكيد كلمة what first two and d إختصار إلا كلمة شنو second وهكذا عزيز الطالب عليك أن تعرف إختصار والكلمة المناسبة so we have one st first two and d second three r d third four th fourth then we have fifth now pay attention here we have thirteenth الرقم 13 والإختصار اللي هو th so you have to write thirteenth we have eighteenth then we have twentieth twenty first wa twenty sixth right we have matching مطابقة طابقنا list A مع list B وهذه أيضا إجابات أحمد علي كلها صحيحة عاشت إيدك يا أحمد وايضا تقوى إجاباتها كلها صحيحة عاشت إيدك يا تقوى then we have write the contracted form of the month of the year الشكل المختصر للأشهر هنا عندك الكتابة بكلمة كاملة وعليك أن تختصرها إذن عليك عزيز الطالب أن تحفظ كل الأشهر مع الإختصارات لها so we have january أخذنا الحروف الثلاثة الأولى وفلسطوب february الحروف الثلاثة الأولى feb وdot النقطة اللي هي دليل على الإختصار وهكذا بالنسبة لبقية الأشهر نأخذ الحروف الثلاثة الأولى وdot نقطة دليل على الإختصار يحفظ الجهتان من الإجابات and as you see here أحمد علي إجاباتها كلها صحيحة thank you for sending your answers وأيضا تقوى إجاباتها صحيحة جدا أعزائي الطلبة إجاباتكم مفرحة كلها صحيحة جدا أمنياتنا لكم بعام دراسي مملوء بالتفوق والنجاح الدائم شكرا لكل من أرسل إجاباتها بشكل واضح thank you for the staff شكرا لكل الكادر المتواجد معنا و goodbye اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة